أرض الفيروز، أرض سيناء، أرض غالية وطهرة اتراوت بدماء أبطالنا من نجال القوات المسلحة المصرية في حرب أكتوبر 73 وارتوت أيضاً بدماء أبطال القوات المسلحة المصرية والشرطة المصرية في الفترة من 2014 إلى يومنا هذا في مواجهة الإرهاب وعلى طول هذه الرحلة من 73 إلى يومنا هذا أهلنا، أهل سيناء، الأعزاء، والأحباء دائماً وأبداً كانوا في ظهر الدولة المصرية وفي تعاون دائماً مع القوات المسلحة المصرية في الماضي وفي الحاضر ولذلك منطقة شبه جزيرة سيناء الدولة المصرية كانت حريصة على أن يحدث فيها نقلة نوعية في مستوى التنمية على مستوى تنفيذ مشروعات عملاقة في الزراعة وفي الصناعة وفي البنية التحتية ومدارس ووحدات صحية حجم من المشروعات تم والمازال بيتم على مدار 8 سنوات ومازال مستمر بتكلفة تقريباً حوالي 600 أو 700 مليار جنيه والخطة دي الحقيقة تأخرت كثيراً ولذلك كانت رؤية القيادة السياسية ضرورة تنفيذ هذه الخطة لتنمية سيناء التي تستحق هذه التنمية على مستوى المشروعات دي ويمكن حضراتكم بتشوفوا الأرقام موجودة قدام حضراتكم على الشاشة 358 مليار جنيه استثمارات عامة تم وجاري دخها تنفيذاً لتنفيذ مشروعات القومية ملاكز خدمة، فرص استثمارية واعدة، فرص صناعية، مشروعات زراعية مدن أو مجتمعات عمرانية زي مدينة رفح الجديدة والإسماعيلية الجديدة وغيرها من المناطق السكنية اللي تم تنفيذها كلها مشروعات هدفها الرئيسي هو تنمية هذه المنطقة لأهلنا اللي يستحق كل هذا الدعم وللاستفادة من أرض الفيروز الواعدة الجميلة في رحلة التنمية اللي بتتم فيها على مستوى الجماعات احنا بنتكلم على مجموعة من الجماعات نهضة تعليمية في التعليم الجماعي اللي تنفذ من المشروعات يقدر بحوالي استثمارات يقدر بحوالي 21 مليار جنيه جامعة الملك سلمان الدولية بتكلفة 10 مليار جنيه اللي ليها 3 فروع في جنوب سيناء عندنا في رص صدر وطور وشرم الشيخ تطوير جامعة العريش جامعة شرق بورسعيد الأهلية جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية دي مجموعة من المشروعات على مستوى التعليم الجماعي اللي تمت هناك زي ما قلت لحضراتكم هي رحلة بدأت منذ سنوات وتفضل مستمرة لتنمية أرض الفيروز كما تستحق هي وأهلها الكرام أهلنا كلنا